موسيقى ما أبرز الملفات التي ستواجه الحكومة العراقية الجديدة بقيادة محمد علاوي هل ستلبي الحكومة مطالب المتظاهرين أم أن التظاهرات ستعود وتسقط الحكومة كيف سيؤثر الخلاف السني الشيعي الكردي في تشكيل الحكومة وهل تخرج الحكومة الجديدة العراق من الأزمة الاقتصادية أم أنه مقبل على مشكلات اقتصادية أكبر وكيف يتعامل محمد علاوي مع إخراج القوات الأمريكية من العراق قد تكون وطيرة مظاهراتهم هدأت هذه الأيام إلا أن إيمانهم بالتغيير لم يهدأ بالتأكيد بوجود هذا الجيل واستمرار بهذا الوعي الكبير سينتج عراق مختلف ربما لا نحصد ثمار تغيير في الوقت الآن لكن في المستقبل بالتأكيد المستقبل المؤكد في قناعة المتظاهرين تدق مترقة تشريعية موعدة مع اقتراب نهاية المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة للانتهاء من مهمته أدعو مجلس النواب الموقر رئاسة وأعضاء يستعجل علاوي خطواته في محاولة لتفادي الوقوع في مطب الفشل وما سيليه في حال وقوعه من سيناريوهات من حل البرلمان وانتخابات مبكرة وهاوية الفراغ الدستوري يعلن الاثنين موعدا للبرلمان للتصويت على تشكيلة حكومته التي حددها امتحان ثقة يقترب وفي العراق يتطفق كثيرون على أنه قد يكون واحدا من الأصعب فهل ستكون جلسة التصويت بداية التصحيح أم الانهيار؟ سؤال يطرحه الشارع وتزيده الحسابات السياسية تشابكا يبدو مستقبل العراق مبشرا في بيانات علاوي فهو يعد العراقيين بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وعن قمع المظاهرات والأهم يعدهم بإصلاحات شاملة بقيادة حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة الحزبية هي وعود فطفاضة يرد البعض فالعراق في منظورهم يقف على شفى أزمة خطيرة ولا يقترب من الهدوء فحكومة علاوي المقدمة بدعم من تحالف سائرون وفتح تعني بكلمات أخرى تشكيلة لا تتطفق مع توجهات مكونات سياسية سنية وكردية رأس الحرب التي تقف في مواجهة علاوي مهددة بإحباط جلسة الثقة رئيس البرلمان ورئيس تحالف القوى العراقية محمد الحلبوسي وزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود برزاني مساعي حثيثة يقودها الطرفان لإقاف عجلة علاوي المتعثرة منذ البداية فالرجل وصل إلى منصبه من دون تكليف رسمي من قبل الكتلة البرلمانية الأكبر كما تفادت كتل سياسية الإعلان عن دعمها له وهناك الكثير لا يزال ماضيا خلف الكواليس وفق قاعدة المحاصصة الطائفية والحزبية التي حكمت مسارات العراق لسنوات والتي حكمت مسارات سلفه عادل عبد المهدي مجبرة إياه على الاستقالة بعد عام واحد فقط من تكليفه مرحب بضيوفي في الاستيديو الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور هيثم الهيتي ومن بغداد رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية عادل المانا أهلا وسهلا بكم أستاذ هيثم خلني أبدأ بالتساول اليوم الخميس المقبل سوف ينعقد البرلمان العراقي وسوف يصوت على اختيار هذه الحكومة بقيادة محمد علاوي أو عدم اختياره ما هي مرئياتك؟ هل تعتقد أن علاوي سوف ينجح في الحصول على ثقة البرلمان؟ هناك طبعا الاحتمالين قائمين لحد هذه اللحظة أعتقد أن الكرد والسنة لديهم مطالب مختلفة عن الفترات السابقة نتيجة للضعف الكبير التي يعانيه التحالف الشيعي نتيجة المظاهرات والتأزم السياسي مع الولايات المتحدة والوضع الإيراني وهذه الضغوط اليوم عالية المستوى رأينا أن هناك مكالمة من بومبي ولمحمد علاوي قد تؤكد على هذه المطالب هل سيرضخ لهذه المطالب؟ أنا أعتقد أن الرضوخ لها هو مزيد من الضعف للنظام السياسي بالكل ولا يعني نجاح حتى وأن نجح في استلام السلطة وبالنفس الوقت إن فشل فهي مرحلة أخرى من مراحل التحول السياسي الحاصل في العراق بالوقت الحاضر نتيجة للوعي الجماهير الكبير دعونا ننتقل بالسؤال أيضا إلى الأستاذ عادل المهنة أهلا وسهلا بك أستاذ عادل من بغداد هل تعرض أو يتعرض علاوي لضغوط من الكتل السياسية السنية والكردية هل ترى أن هناك صراع من أجل الحصول على مكاسب في هذا التعيين الجميع قبل أن يمنح شرف المنصب لعلاوي يريد أن يأخذ مكاسب له هل هذه اللعبة تؤكد تماما أن العراق لم يتشافى بعد من كل هذه الصراعات التي تبحث عن مكاسب الشخصية ومكاسب حزبية أكثر من المكاسب للشعب العراقي بدءا تحياتي لك سيد عبد العزيز ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة سكاينيوز عربية أينما كانوا بدءا القول المأثور والشهير لأحد الحكماء يقول لا تنتهي الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر ما لم تكن تحدث أو يحدث السياسي العراقي في ضميره في وجدانه قناعة بعيدة عن التعاطي المحاصصي لا يمكن أن نتحدث على أنه حكومة علاوي وما ذهب إليه علاوي بالضغط باتجاه اختيار وزراء كفاء مستقلين ليس لهم من مرجعية سياسية إلى الأحزاب أن يكون هو تعديل للمسار من جهة أو يكون هو انطلاق حقيقية إلى نبذ المحاصصة من جهة أخرى ولكن هي تبقى محاولة ولهذا حتى السياسيين أنفسهم كما ذكر جنابك أنه الكرد اليوم الكيان أو المكون الرافض إلى ما ذهب إليه علاوي باختيار وزراء دون مشاورتهم هذا واحد اثنين الأخوان السنة أيضا اليوم منقسمين يعني ليس السنة بأجمعهم كما الكرد بأجمعهم رافضين لا اليوم يعني وفق المحاصص فقط أربع نواب فقط هما الذين مع علاوي مجموعة خميس الخنجر ومجموعة سيد صالح المطلق ومجموعة السيد النجيفي اللي يمثلون بكلهم مجموعة 36 نائب يعني بس اتحاد القوة اللي هو مجموعة السيد الحدبوسي اللي هي رافضة للتعاطي مع علاوي إذا ما أخذنا بلغة الأرقام وهذا ما ندفع به كشارع عراقي وكمراقبين يفترض أن لغة الأرقام تكون حاضرة وهي بتقدير الشخصي هي من تخرج العراق من طوق المحاصصة يعني عندنا أغلبية برلمانية موجودة تدعم اتجاه حكومة علاوي وعدنا أيضا من يذهب إلى مشاطرتهم هذا الرأي اللي هي المجموعة السنية فبالتالي فلتعلن الأرقام داخل الجلسة وعني حتى لو كانت العملية مقلوبة أنا بتقديري حتى لا يساءل فهم أنه أقصد بالأغلبية الشيعية حتى لا يساءل فهم لو كان الكرد والسنة وجزء من الشيعة يتحدثون عن توافق فبالتالي فلتعلن لغة الأرقام بعيدا عن لغة المصالح ولكنني أقول أنه صراع الكباري كبير وخصومة الكباري كبيرة ولكن يبقى أو تبقى مصالح الكباري أكبر بكثير ولهذا قد نجد هذا اللون من التعاطي يوم الخميس القادم في البرلمان العراقي وين كنت أعتقد على أنه سيمضي علاوي بأرياحية بأرياحية الكبيرة دكتور عبد عادل يعتقد أن حكومة علاوي ستنضي بأرياحية وسوف تمر وتعبر وتقود العراق هل ترى في علاوي ذلك الزعيم المناسب الذي يستطيع أن يلم صفوف العراقيين لمواجهة كل هذه التحديات الضخمة والخطيرة يعني العراق في ورطة كبيرة ويحتاج إلى قائد قوي حازم معه الشعب وهو مع الشعب قبل ذلك يعني أنا أقول أنا أعرف سيد محمد علاوي والتقيت به سابق هنا في دولة الإمارات قبل عدة سنوات وأرى فيه شخصا طيبا ونظيفا ونقيا هذه موصفات تنفع؟ ولكن هذه أو تكفي؟ لكن بكل صدق يعني لا أتمنى له أن يدخل في هذا المعترك وبهذا المكان في هذا الوقت بالتحديد أنا أعتقد أنه الأفضل أنه لا يتورط وأن العراق بحاجة إلى شكل آخر من الإدارة السياسية النوع من الأبوة السياسية أنا أعتقد أن هؤلاء المتظاهرين هم يبحثون عن أب سياسي يلبي طموحاتهم يلبي مستقبلهم هل يوجد أب سياسي يستطيع أن يقوم بأداء دور مهم في إنقاذ النظام السياسي العراقي في الفترة الحالية؟ هل يوجد هذا الأب؟ أولا أنا لا أريد أن أعطي أسماء ورغم أن هناك بالتأكيد هناك شخصيات سياسية عراقية قادرة على استلام العراق مؤقتا ولديها أولا خبرة سياسية لديها علاقات إقليمية لديها علاقات محدودة غير لا تميل إلى إيران وهذه كلها عوامل يجب أن نضع عوامل مقياس من هي القيادة السياسية الصالحة في هذا الوقت وليس نجد شخصية تستطيع أن ترضخ لمجموعة من القوى السياسية التي تمتلك ميليشيات مسلحة لكن العراق منقسم والشعب العراقي يرى هذا السياسي مصطفى بجوار إيران وهذا أيضا بجانب الولايات المتحدة وهو لا يجد ذلك السياسي العراقي الذي وصفته بالأب والذي يكون حاضر ويستطيع أن يحصل على أصوات النواب وأن يقود العراق هذا المجلس النواب العراقي مجلس محاصصة طائفية أولا لن يرضى بهذا الأب الذي تتحدث عنه وهذه هي الأزمة الأزمة في النظام السياسي العراقي الذي لا ينتج إلا شخصيات غير لا تخرج عن نطاق السيطرة الكامل للأحزاب السياسية وكل هذه الشخصيات تعاني من مشاكل المشكلة الأولى أنها غير منتخبة يعني أن المواطن العراقي ينتخب ويذهب للتصويت يعني لا عادل عبد المهدي هو منتخب ولا محمد علاوي منتخب فالنظام السياسي فيه مشكلة سياسية وإدارية أنه ينتج قادة غير منتخبين هذا رقم واحد ثانيا كل هؤلاء القادة يأتون بمحاصصات طائفية ورضوخ كامل لأحزاب وخطوط حمراء لا يمكن تجنبها وبالتالي أعتقد أن الشارع العراق اليوم ينتفض على ميكانيكية هذا النظام السياسي ويطالب بإيجاد شخصية قيادية عراقية من خارج هذه المجموعة وإن كانت من المجموعة ولكنها ثائرة عليها وتريد أن تغير نحو الصحيح ونحو تحييل العراق من الأطراف الجوار ومن إيران ومن غيرها خلينا أنتقل للدكتور عادل دكتور عادل سمعت دكتور عبد المجيد دكتور عيثم يتحدث عن هذه الأبوة وهذا القائد السياسي المنتظر في العراق المخلص العراقي الذي لا يراه الكثيرون لكن أعتقد أن لديك رأي في هذا الموضوع ويمكن أن تقول لنا هل يوجد هذا القائد المخلص وليستطيع النواب العراقيون منحي ثقتهم وهل هو موجود داخل مجلس النواب أم خارج مجلس النواب هل هو ضمن الأحزاب أو خارجها لا هو حقيقة حديث ضيفك تقديري وإحترامي إليه ولكن هذه كلمة حقي يراد بها باطل الحديث عن الأبوة والإحتواء شيء والحديث عن التعاطي السياسي وفق الأطر السياسية شيء آخر يعني كما تفضل ضيفك الكريم أنه أورد قضية محمد توفيق علاوي لم يدخل انتخابات ورئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي هو لم يدخل انتخابات إحنا إذا نتحدث بالسياسة سياسيا يجب أن يكون وفق الإطار السياسي لم يرد في الدستور نصا يشير على أنه من يكلف لرئاسة الوزراء أنه هو أن يكون خاض الانتخابات أو دخل الانتخابات لا هو ترشيح ترشيحه الكتلة الأكبر ومن ثم يكلفه الرئيس يعني هو توافق سياسي يذهبون سواء كان من داخل المجموعة السياسية التي اشتركت في الانتخابات أو مجموعة من خارج الكابير السياسية هذا جانب الجانب الآخر نعم نتحدث عن إرادة شارع نتحدث عن كثير من الهنات والزلات والتعاطي غير الصحيح اتجاه الشارع العراقي من قبل الكابير السياسية برمتها ولكن ما يطالب به الشارع ليس كله ما يمكن تطبيق على أرض الواقع منه ما هو محظو خيال يعني تغيير النظام السياسي في العراق وهذا النظام يجب أن يقلب رأسا على عقب وبالتالي كيف لنا أن نخطو هذه الخطوة لم نستند على أسس قانونية ودستورية لدينا دستور فلنمضي إلى تعديل فقرات الدستور التي نشكل عليها لتكون أساسا وطريقا للوصول إلى تغيير النظام مثلا من برماني إلى رئاسي وهكذا فبالتالي الحديث عن رغبات وأهواء شيء والله فليطلق العنان كل مننا لنفسه وليتحدث عن رغباته بما يشاء ولكن الحديث السياسي يجب أن يؤثر بأطر سياسية وهذا ما أنا أشكلت على غيفك الكريم بهذا الاتجاه ولعل لغة الأرقام لم تعد تنفع دعنا نستمع لدكتور هيثم دكتور عادل أثار نقاط مهمة جدا هذا تفسير معاق للحقيقة العراقية وقاصر ويعاني من إشكالية أنه غير قادر للتغيير وغير قادر للإستجابة لهذه المشكلة الشعبية الكبيرة والتي بدي تسمع وبالتالي يجب أن أتكلم بلغة الأرقام حتى يفهم أن تفسيري لما قلت هو بالأرقام يعني أولا نتائج الانتخابات التي حصلت في 2018 تؤكد لنا أن هناك مشكلة بالأرقام يعاني منها كل النظام السياسي والنخبة السياسية يتلوها أن كل استطلاعات الرأي العام لو كان مراقب جيد لها والتي تصدر من مراكز موجودة في بغداد ومراكز بحوث دولية وأوروبية معروفة وأممية تقول أنه آخر دراسة تقول أن 87% من العراقيين لا يؤمنون بنتائج الانتخابات وأي انتخابات قادمة من وين جواه النواب؟ قبطوا من السلام؟ جميل سؤال مهم دعينا نسأل الـ NDI National Democracy Institute اللي هو مؤسسة مهمة أجرة هذه الاستبيان والذي تبين أن 87% من العراقيين لا يؤيدون يمكن الآن في مرحلة حالية لكن أيام الانتخابات هم اختاروا هذا بعد الانتخابات وهذا يؤكد عمليات تزييف وعمليات تغيير وعمليات تضليل وبالتالي النتيجة الحتمية التي حصلت بعد نتائج الانتخابات وبعد هذه الاستطلاعات هو رأي عام جديد شكل هذه التظاهرات في الشارع والتي نرى أن الكثير قد يسخر منها بأساليب ملتوية ومختلفة ولكن النتيجة الحتمية أن هناك تحول شعبي ووعي جماهيري سيعطي نتائجه قريبا جدا مهما طال الزمن إذن بتحول الدكتور عادل في سؤال حول هذه لو مرت حكومة علاوي ووافق عليها البرلمان ويبدو أنه سوف يوافقون إذا أخذوا هؤلاء المحتجون بعضا من المكاسب سوف يقبلون بوجود هذه الحكومة هذا في رأيي شخصي لكن أيضا المسألة هي هل تمرير البرلمان لحكومة علاوي ستشعل مرة أخرى وبقوة موجة الاحتجاجات في الشارع العراقي أم على العكس من ذلك سوف يهدأ الجمهور وينتظرون ماذا يفعل علاوي في مقابلة هذه التحديات التي يمر بها العراق أستاذ عبد العزيز أنا في الميدان لست خارج أسوار الوطن حتى أدفع باتجاه ثورة كما يدفعون الآخرين يعني يردون انقلاب ولا زمن الانقلابات نحن في زمن ديمقراطية حتى وإن اختلفنا ووصل الاختلاف إلى الاحتلام والصراع يجب أن تمضي الأسس الديمقراطية ولغة الأرقام اللي يعنيها عنيت أنه لغة الأرقام في الديمقراطية الغلبة لمن يحصد الأرقام الأعلى في التصويت داخل البرلمان ويجب أن تمضي كل القرارات بلغة الأرقام لا لغة المكونات ولكن أقول بقضية التظاهرات ورضاها من عدمه في حكومة علاوي بصراحة شديدة متى ما خفتت وهدأت محركات التظاهرات حينها سنشهد هدوءا نسبيا مستقرا قد يفضي إلى يعني إعطاء ما هي هذه المحركات دكتور عادل ما هي هذه المحركات دكتور عادل والله المحركات المحرك الأول الأمريكي وهذا الدلائل عليه كثيرا يعني هي ليست تخمينات أو التقديرات إنما واقع الحال على الأرض يشير بإشارة واضحة المحرك الأول الأمريكي أنت تعرف جنابك الكريم أنه الأمريكان التقوا بمحمد توفيق علاوي اللي هو المكلف الآن ودار الحديث على أربعة قضايا أولا يعني يدفعون بعدم المضي باتجاه إخراج القوات الأمريكية من العراق ثانيا يدفعون باتجاه عين الأسد قاعدة عين الأسد خط أحمر أربعة يدفعون باتجاه على أنه سنكون تحت غطاء عالم الناتو ليس تحت غطاء العالم الأمريكي حتى لن نسوي استفزاز للشارع العراقي أربعة إذا هم يتحدثون ويشترطون إذا أردنا أن ننسحب فننسحب من التواجد في المناطق الشيعية وحددوها بلد والتاجي وتلعفر يعني بمعنى أنه سيبقى في المناطق السنية والكردية معنى هذا الدفع واضح باتجاه أنه عدم الخروج بالعراق يعني تأجيج الشارع ساعة يشاء أو ساعة يرى أن محور أو مؤشر البوصلة اتجاه باتجاه خارج الإرادة الأمريكية هذا واضح الدفع المال السياسي الذي يشتغل فيه ساحات الاعتصاب أيضا كان واضح يعني ليس بجديد علينا ولكن أقول للأسف الشديد بعض الأخوة اللي يعيش خارج العراق وكأنه يصبوا النار على الزيت حسنا شنو السبب؟ ما أعرف التظاهرات في المناطق الشيعية والوسط والجنوب الشيعي المتظاهرين مولا عم الأغلب أكاد أجزم أن أقول 99% من عدهم شيعة وبقية المناطق تنعم الآن حتى لا نتحدث عن الرمادي ونازحين وفلوجة وما إلى ذلك والله لو قدر في لقاء آخر أعطيك الفيديوات اللي شوف الإعمار في هذه المناطق شوف الإعمار في كردستان دكتور عادل دكتور عادل كلامك يثير جدل لكن الوقت سوف أذهب الآن إلى فاصل وبعدها نعود إليك ونعود إلى ضيفي دكتور عيثم ونتابع بقية حوار أرحب مجددا بضيوفي في الستوديو الأكاديمي والباحث السياسي العراقية دكتور عيثم العيتي ومن بغداد رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية عادل المانع أهلا وسهلا بكم تحدث الدكتور عادل عن إعمار وبناء في الجنوب وأيضا لم يغفل الإشارة إلى أن هناك أيضا مظاهرات موجودة هناك وأيضا أشار إلى أن كل هذه الاحتجاجات التي رأيناها في العراق أن نواعزها ومحركها هي الولايات المتحدة الأمريكية يعني أولا نحن لا نريد أن ندخل في جدال عقيم ولكن أين البناء أين الإعمار هذه الملايين التي سرقت والتي أصبح العراق ثالث دولة في أفسد دولة بالعالم يعني الإندكس الخاص بالترانسبيرنسي في الشفافية العالمية وأعلى نسب الفساد في العالم يعني هل المحكمة الجنائية ويعد علاوي يريد أن يأخذ معلومات ليعترف على مجموعات كبيرة قامت بعمليات قتل بالمئات بعدين هو يسأل ليش ما يتكلم من داخل العراق يا أخي العزيز أنا يوميا يتجيني مكالمات من زملائي أكاديمين من الناصرية والبصرة والنجف وكربلة ويقولوا إحنا ما نقدر نحكي إحنا ما نقدر نتكلم فهل تعتقد أنه واحد يقدر يتكلم ألم تسمع بالصحفين الذين قتلوا أعطيك أسماءهم أحمد عبدالصمد وغيرهم من الإعلاميين هذول الناس منه قتلهم هل ماتوا هي شي يعني إحنا لازم نكون منطقيين وواقعين القضية ليست دفاع عن سيستم أو عن حزب القضية هناك إشكالية كبيرة هناك مؤسسات عسكرية تقوم بقتل صحفيين وتقتل جماهير وهناك مطالب القمع لن ينهي المشكلة تبدير رئيس الوزراء ليس هو الحل الوحيد الحل الوحيد هو تغيير طريقة التفكير والنظر إلى الأمور بمنطق آخر ووضع حلول حقيقية أنت تقول أن لغة الأرقام القضية ليست داخل البرلمان القضية في كل العراق هناك إشكال بين الطوائف هناك إشكال بين المجتمعات مئات الآلاف مهجرين نازحين مئات الآلاف الآن متظاهرين هذه قضايا كبيرة البلد يستورد النفط من إيران بهدعش دولار وسعر الدولي خمسة دولار طيب تدفع دبل لدولة أخرى ما هو السبب؟ تعطي ضحف السعر ما هو السبب؟ هذه قضايا حتى وإن كان هناك انتماء قومي انتماء طائفي هناك مصالح هناك أولويات للمجتمع هناك أوليويات البلد قضية لا تخص فرد أو تخص شخص أو جهة تخص شعب متكامل يحتاج إلى نظرة موضوعية وفكر موضوعي لوضع الحلول أما عملية التمايل يمين ويسار والإزدراء بهذه القضايا والتحول لأخذ ملخصات لا تشكل واقع حقيقي والحديث عن واحد من يتكلم من الداخل ما هذه المتظاهرين كلما من الداخل روح شوفوا في السوشيال ميديا وتويتر كلهم يبثون فيديوهات مباشرة يتكلمون من هؤلاء؟ أليس هؤلاء عراقيين؟ أليسوا لديهم مطالب؟ كلهم جيل ثلاثيني وعشريني ويعني إعداديات فماذا نقول لهم؟ كيف تجيب عليهم؟ لا تجيب علي نعم السيد مقتدى صدر الدكتور عادل اليوم تحدث وقال وعبر أيضا عن غضبه من الحكومات السابقة وعن فشل هذه الحكومات وعن كل هذه التجاوزات الأمنية والتجاوزات الاقتصادية والفساد المتعاظم وهو من أكبر الكتل السياسية في العراق وشخصية لديها الكثير من المناصرين والمؤيدين لكن السؤال الأهم وهو الذي يطرح داخل الساحة السياسية العراقية ما هو برنامج حكومة علاوي؟ ما الذي قدمه علاوي لمجلس النواب حتى يستطيع أن يحصل على ثقته؟ كيف يمكن لمجلس النواب العراقي أن يمنح ثقة لرئيس وزراء دون أن يحصل على برنامجه؟ برنامجه للأصلاحات السياسية والأصلاحات الاقتصادية هل ترى دكتور عادل أن هناك لدى علاوي إمكانية للنجاح؟ هل لديه برنامج يستطيع أن يخدم فيه العراق؟ قبل ساعة من الآن قبل أن أدخل الستوديو أشار السيد الحلبوسي بإشارة واضحة وكان في بث مباشر من على شاشة الشرقية العراقية وسيعقبه في الساعة التاسعة بانتهاء البرنامج لقاء مباشر أيضا مع السيد مقتد الصدر من على قناة الشرقية العراقية فأشار الحلبوسي بشكل واضح على جواب على تساؤل جنابك الكريم قال أنه يجب أن يدفع السيد محمد توفيق علاوي يوم غد الثلاثاء بالمنهاج الحكومي والسير الذاتية للمرشحين للوزراء فبالتالي قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الجلسة لمنح الالثقة وبخلاف ذلك قد تؤجل جلسة الخميس حتى السبت أو الأحد لأنه يوم الاثنين القادم هو المدة النهائية أو اليوم الأخير لمحمد علاوي في التكليف فإن استطاع أن يقنع مجلس النواب ببرنامجه الحكومي ووزرائه كان بها وإن لم يستطع لغاية يوم الاثنين فبالتالي سيذهب بعيدا عن التكليف ويكلف شخصية أخرى بس ما أعتقد اليوم أنه هذا التوافق السياسي الذي دأبت عليه الكتل السياسية لغاية هذه اللحظة في التعاطي السياسي أن يذهبون إلى التدقيق في حيثيات البرنامج أتصور أنه قضية البرنامج الحكومي تكمن في مفردات ثلاثة أولها قضية الكابينات الوزارية ثانيا موعد تعيين موعد للانتخابات القادمة ثلاثة أنه مهمة الحكومة أن تشرف على الانتخابات القادمة ما لا يقل عن سنة يعني سنة من الآن قد يكون في شهر يعني شباط 21 أو مارس 21 هذا السقف الأعلى ولكن تعقيبا على ما ما تفضل بي ضيفك الكريم أنا أتحدث بعنوان سياسي لا أتحدث برغبات فأنتوا إذا تردون أنه تعصبون القضية كلها في رأي سيران ما هذا الإعلام العربي كل عاصب القضية في رئيس إيران يعني حتى كورونا نحن ما تكلمنا عن إيران إلى الآن إلى الآن لم نتحدث دكتور عادل لم نتحدث عن إيران إيران جاية دورة إيران جاية دورة بس خلينا الآن نتكلم عن هذه الحكومة هذه الحكومة المقبلة هذه الحكومة المقبلة تتحدث عن منهاج الذي هو منهاج المنهاج السياسي لهذه الحكومة يعني نعرف في عالمنا العربي أن كل حكومة قادمة بعد أزمة تقدم طروحة كاملة من الإصلاحات وتتحدث عن إصلاحات سياسية لكن أنا لفت انتباهي في كلابك دكتور عادل وخلينا أنتقل بالسؤال للدكتور هيثم حوله تحدث الدكتور عادل عن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي هل تعتقد لو حدث ونجح العراق في الوصول إلى هذه المهمة وهي مهمة خطيرة تتحدث عن من أن يكون برلمان هو الذي يحكم البلد ويتصرف ويدير البلد في أكثر مفاصلة إلى أن يكون رئاسي بحيث يكون الرئيس لديه مطلق الصراحيات في العمل وفي إدارة شؤون البلاد وبالتالي العودة مرة أخرى إلى المربع الأول للعراق هل سيحدث هذا أم تعتقد أن لن يستطيع العراق الوصول إلى رئاسي وسيظل كما هو برلماني وكما هو في أزمات هذه المتعددة يعني أولا من ناحية اجتماعية بالنسبة للعراق النظام الرئاسي هو النظام الأفضل ولكن من ناحية واقعية في الوقت الحاضر والنظام الأبوي نوعا ما الرئاسي ما يزعل علينا الدكتور عادري ولكن هناك إشكالية الآن في العراق وهي أن هناك ولو يزعل علينا لأن هناك نفوذ إيراني مسلح داخل العراق متمثل بمجموعات من الميليشيات وأكبر ولايتي صرح قبل عدة أيام بأننا محور مقاومة نمتد من بغداد إلى دمشق ولبنان لكن هذا مقتد الصدر قال الليلة مقتد الصدر وسيقول بعد قليل عشان بس أكمل فكرة النظام الرئاسي وما بث من كلامه أن الإيرانيين وعدوه بأن لا يتدخلوا في العراق مجددا وضع مجددا تحت خطين لا لا هذه قضية ليست من صلاحية السيد الصدر هذه قضية نفوذ وتاريخ سياسي يرغب في هذا النفوذ عبر عقود وقرون واليوم هناك أهمية للعراق جيوسياسية للتأثير على المنطقة والسيطرة عليها ثانيا الاستفادة الاقتصادية من الغاز والنفط وتصدير البضائع الرديئة هو العراق الرئى التنفسية لهذه الدولة يعني ما هو ذنب إيران إذا حكومة العراق والفعاليات السياسية في العراق لا لا إيران تعمل بوطنية حقيقية من أجل مصالحها وتستفيد من نوعية السياسي العراقي الذي يرضخ لها على حساب الإنسان العراقي القضية ليست لها علاقة بالقضية الطائفية القضية متعلقة بمصالح العراق وموارده الاقتصادية أنا أريد أن أؤكد فقط على نقطة النظام الرئاسي النظام الرئاسي ممكن أن يكون عندما يكون هناك قواعد سياسية تمنع قوى مسلحة من المشاركة بالانتخابات يعني اليوم مثلا يصرح أياد علاوي بأنه سيذهب إلى المحكمة الجنائية ليعرض وثائق على مجموعات مسلحة تستخدم العنف وتزور الانتخابات هذا بداية تفكك في حقيقة النظام السياسي هذا بداية شروع مجموعات لكن أياد علاوي كان جزء من المنظومة التي حكمت العراق والتي هي ملامة على ما وصل إليها وبالتالي هو يعرض هذا التحدي الكبير والذي يجابه أيضا في داخل العراق بالنوع من التظاهرات العارمة ماذا سيحدث؟ النظام السياسي العراقي إذا كان رئاسي في حالة وجود انتخابات نظيفة غير مزيفة غير مسلحة بإشراف دولي نعم مع النظام الرئاسي أما بهذه الوضعية الحالية يعني أنت ستجلب للعراق سيطرة تامة منفردة لإيران سواء قبل الزميل أو لم يقبل هذا هو الواقع أعود بسأل الدكتور عادل أنت سمعت مقالة الدكتور هيثم النظام الرئاسي الذي تطرقت إليه والذي ممكن أن يبحث حوله النواب إضافة للإصلاحات الأخرى هل ممكن باختصار أن تشرح لنا ما هي هذه الإصلاحات السياسية التي ترى فيها الدواء للعراق وإمكانية خروج العراق من عمق الزجاجة إذا استطاع النواب في مجلس النواب العراقي أن ينفذوا بها قبل الإصلاحات السيد عبد العزيزي إذا تسفع لي في تعليق بسيط يعني العرب كلهم يتداولون هذا المثل الشهير تريد أرنب وخذ أرنب تريد غزال وخذ أرنب فيبدو الأخوة يعني هاي وفق النظرية الهيتية أنه حتى له برنامان حتى له نظام رئاسي هم الأغلبية من الأغلبية في العراق الأغلبية الشيعة وإذا يفود الشيعة يصير رئيس وزراهم بس دكتور عادل إذا اسمحت لي دكتور عادل الشيعة تظاهروا بمئات الآلاف ضد هذه الطبقة الحاكمة وتظاهروا في النجف وفي كربلاء وفي البصرة وحدثوا ذلك كلهم مدفوع لهم ادخل على الفيسبوك دفع هذا الحديث تحدثنا به من شهر الثامن تقول كلهم من تبع أمريكا كلهم جماعة أمريكا دفع الأمريكي واضح أخي أسموه عادل المانع يقول ادخل على الفيسبوك طيب إذا كانت الولايات المتحدة تدفع ستجد صفحة أنشئة عام 2018 إذا كانت الولايات المتحدة هي التي وراء كل هذه الاحتجاجات والتضاعرات هل استطاعت الولايات المتحدة الوصول إلى عقر كربلاء والنجف وداخل الطبقة الشيعية الكريمة وداخل هؤلاء الشباب العراقيين الصغار السن الذين يريدون مستقبل جميل لهم وللعراق يعني ما هو معقول أن نصدق دكتور عادل ممكن نعرف أنه بعض البعض القليل منهم لكن هؤلاء مئات الألوف يدفع لهم هؤلاء الذين في البصرة يقتلون من الميليشيات وفي الناصرية الذين أحكموا السيطرة على الناصرية وفي كربلاء وفي النجف وفي غيرها هل هؤلاء يعني طيب يموت من أجل المال يعني خلينا ننتقل لنقطتنا المهمة دعنا من هذه النقطة هل تعتقد أن النظام الرئاسي والإصلاحات الأخرى أنت تحدث عن جزء من الإصلاحات السياسية النظام الرئاسي أفضل من النظام البرلماني ما هي الإجراءات الأخرى التي تعتقد أن على مجلس النواب أن يقوم بها على مجلس النواب القادم يعني في حال في حال أنه إعطاء الضوء الأخضر إلى كابينة علاوي إلى وزارة علاوي ومنح الثقة أو عدمها إذا أريدنا أن ننشد الإصلاح بشكل مباشر أقول علينا أن نراجع يعني الدستور ومواطن الخلل في الدستور العراقي فتعديل المواد الدستورية أولى المهام الحقيقية لإجراء الإصلاح وإلا ما من إصلاح سياسي عفوا يرتكز إلى القانون والدستور ما لم يعدل الدستور لن نستطع الحديث عن إصلاح سياسي هذا جانب الجانب الآخر إصلاح المنظومة الاقتصادية ومراعاة دخل الفرد العراقي غير الموظفين في الحكومة العراقية الجانب الثالث قضية رعاية القطاع الخاص وهذا مهم واليوم العراق تقريبا يكاد أن يكون شبه متوقف عن إنتاج القطاع الخاص تماما ويعني يركز على قضية الاستيراد وبات مستوردا رقم واحد في المنطقة بينما كان العراق يعني هو هو مستورد ومصدر بذات الوقت هذه المهام النقاط الرئيسية اللي ممكن يعني هو قضية الاقتصاد والسياسة معا في مراعاة الشارع العراقي قبل مراعاة المصلحة السياسية هذا هو أهم ولكن قل لي أنه هل هذا ممكن التحقيق أقول وبكل صراحة غير ممكن التحقيق في المرحلة الحالية ممكن ما بعد الانتخابات يعني على على مستوى مجلس النواب القادم اللي هو راح يدخل بانتخاب فردي وليس بانتخاب حزبي ممكن ممكن الحديث عن مجموعة إصلاحات ومجموعة التشريعات تضمن للعراقيين حقوقهم بشكل واضح وصريح وإعطاء مزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية وندفع بهذا الاتجاه يعني لا لا غير في عن استوقفك دكتور رعادل استوقفك لأذهب لا فاصل وأعود إليكم بعد قليل مجدداً أرحب بضيوفي في الاستوديو الأكاديمي والباحث السياسي العراقية الدكتور هيثم الهيتي ومن بغداد رئيس تحريل صحيفة السياسة العراقية عادل المانع دكتور هيثم سؤال مهم أيضاً آخذ من مفردات أو من الجمل التي تحدث عنها الدكتور عادل حول أنه متفائل أيضاً أنا فاهمت منه أنه متفائل بالانتخابات الجديدة انتخابات المقبلة يعني بقي لها سنتين أو أكثر لكن يعني سيظل العراق في هذه الدوامة إذا استطاعت حكومة محمد علاوي إنقاذ منها أو تستمر الأزمة لسنتين مقبلة لكن سيكون هناك نظام انتخابي معتمد على النظام الفردي وليس الحزبي وهذه نقطة مهمة جداً هل يمكن للعراق أيضاً أن تساعد أن يكون من برلماني إلى رئاسي ومن حزبي إلى فردي والفردي والرئاسي كأننا نذهب إلى أهمية الشخص في السياسة العراقية وأن يكون للشخص نفسه وليس الحزب أو لطائفته الدور مهم في العملية السياسية النقطة الأولى أن القانون الانتخابي الذي أقر هو أفضل من الأنظمة السابقة عملياً لنكون واقعيين بتوصيف الأشياء وهذا القانون ممكن أن ينتج ممكن وليس مئة بالمئة ولكن ممكن أن ينتج شخص آخرين وفقاً لرغبات الجمهور بشكل مختلف لأنه لن يكون ضمن الكتلة الحزبية وبالتالي إنتاج الشخص سيكون مختلف وهذا شيء جيد لكن الإشكالية الكبرى هي ميكانيكية التطبيق كيف سيطبق القانون النقطة الأولى هل ستقوم هذه الأحزاب السياسية باستخدام المال لجلب شخص آخرين واستفادة من التأثير المالي مادي هذا واحد قضية الفساد قضية إدارة هذا يتوقف عند جلبهم للشخص هؤلاء الأشخاص الذين سوف يتم انتخابهم ستكون لديهم القوة والقدرة والاستطاعة إلى أن يتخلوا عن تأثير هذا الحزب الآن لا يستطيع رئيس وزراء أن يتخل عن تأييد الكتلة السياسية التي عبرتها لكن هنا ما يصبح رئيس هو وحيد له القوة والقدرة فسيكون متمرد لو أراد على هذا الحزب لأنه الآن يحكم العراق وليس يحكم نيابة على الحزب الأمر الآخر وهو الذي أود استفسر منك وأود أيضا من الدكتور عادل لو يضف لأنكم أساد ذات سياسة المسألة المهمة هل العراق ينتقل من البرلماني مباشرة للرئاسي أو يمر على شبه الرئاسي هل من الأفضل له أن يمر على شبه الرئاسي ثم ينتقل بعد ذلك توطئ لنظام رئاسي يعتمد على الشخص قوي أولا يعني قضية التمرد موجودة حتى ضمن الحزب الحالي يعني الحزب الحالي ممكن أن يتمرد الكثير ونجد أن الكثير من البرلمانيين ينتقلوا من حزب إلى آخر داخل البرلمانيين يلعبون تكتيكات حزبية وبالتالي هذه القضية ليست يعني لن تتغير القضية أنه أنه سطوة الأحزاب تأثيرها سيقل آيدلوجيا وفكريا ويعني ما يجيب واحد إلا من الحزب ممكن أي شخص يفوز مباشرة وهو شخص غير منتمي إلى حزب سياسي ولكن هل الأحزاب ستشتري الكثير من الشخص الذين ممكن أن ينتموا إليها نظرتك دكتور هيثم سوداوية تماما ما أشوفك أنت متفائل أنه يكون في حل لا لا القضية بالعكس أنا في الواقع الحالي يعني أجد لم أكن أرى تفاؤل مثل هذا الواقع وما يمر العراق بيليوم هو عملية تحول على المستوى الجماهيري وعلى المستوى السياسي يعني إحنا لا يجب أن نتكلم عن الغمامة لكن أنا لا أبيض صورة الوضع السيء وبعدين وضعي نقلي يجب أن أنقذ الحالة التي ممكن نقولها أن قانون الانتخابات هو قانون جيد ممكن أن يجلب شخص جيدين إذا أديرت الانتخابات بنزاهة بدون تدخل حزبي يعني كيف تدار بنزاهة دون إشراف دولي ممتاز يعني مثلا في البوزنة والهرسك استفادوا من معهد مؤسسة مفوضية انتخابات دولية اسمها كارتر سنتر التي أدارت الانتخابات بس حيث علون عليك يقولك حد دخل الأمريكان كمان لا مؤسسة دولية هذه مؤسسة دولية ويجلبون أشخاص من أوروبا الشرقية بس يتابع الولايات المتحدة هو الولايات المتحدة ممكن أن تؤثر على المفوضية إذا تريد هي موجودة ولا إذا أكبر سفارة في العالم داخل العراق يعني القضية الأمريكان ليسوا خارج العراق هم موجودين ولديهم معسكرات ولديهم نفوذ سياسي وعسكري ولكن القضية أنه جلب مؤسسة حيادية لا يست لديها تأثيرات حزبية يعني المفوضية مكونة من أعضاء الأحزاب وبالتالي هذه بحذاتها إشكالية خلينا ننتقل للدكتور عادل الدكتور عادل الدكتور عادل النقطة المهمة هي أنا ودي أتساءل من هنا إلى سنتين إلى الانتخابات المقبلة كيف سيدير العراق نفسه في ظل هذه الأزمات هل يستطيع علاوي أن يخمد أصوات الاحتجاجات بطرح قوي وطني جامع للعراقيين أم أن الأزمة ستستمر والله يحمل العراق في هذه السنتين هذه اللي ستمر بحيث سيكون هناك مشاكل أكبر مما حددت سابقا في ظل ضعف رئاسة الوزراء لا أقول لك الحقيقة تقديري الشخصي وقراءتي الشخصية للواقع العراقي يعني إذا ما تابعنا تسلسل الأحداث من 25 و10 ولغاية تكليف السيد محمد توفيق علاوي نجد أنه ابتداء من يوم التكليف ولغاية يومنا هذا وتيرت الاحتجاجات في يعني انخفاض وليس وليست في تصعيد يمكن بسبب تخلي مقتدى الصدر عنه يعني لا 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 القضية الإقليمية ودولية أكثر ما هي بتقدير الشخصية محلية لأنه الرضا والقبول من قبل دول الإقليم في المنطقة ومن قبل حتى الأمريكان لأنه كانت السلطة تحت عنوان حزب الدعوة منذ الجعفري مرورا بالسيد المالكي مرورا بالسيد العبادي وصولا إلى عادل عبد المهدي اللي حتى الصبغة يعني تكاد أن تكون إسلامية قريبة وهو كان ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي الآن وكأنه سحبت سحبت رئاسة مجلس الوزراء من شيء اسمح أحزاب سياسية إسلامية وهذه دخطة غاية الأهمية يعني ممكن أن يتعاف اسمح لي أنا آسف جدا لأنه انتهى وقت البرنامج أشكرك دكتور عادل المانع من بغداد ودكتور هيثم الهيتي هنا معي في الاستوديو شكرا لكم شكرا لك إلى اللقاء وهذا هو ختام الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر